مشروع تطوير قناة الجيش أحد أكبر المشاريع من نوعها إقليميا بحسب وصف أمانة بغداد لكن واقع الحال مختلف إذ توقف العمل فيه منذ سنوات ولم تستطع الحكومة السابقة إيجاد حل له سوى إجراء تسوية بين الأمانة والشركة المنفذة وإحالته مرة أخرى للاستثمار لذا هو يمثل نموذج المشاريع المتلكئة وهدر المال العام تكون تسوية بين أمانة بغداد وبين الشركة المنفذة هذا الموضوع والموضوع الثاني أنه يحال المشروع حيات الوطنية العليا الاستثمار فالموضوع الآن متوقف على القرارة أربعة آلاف مشروع تعرضت للتوقف أو التلك لأسباب تتعلق بالتخصصات المالية أو شبوهات الفساد وفي حال تم تفريق هذه المشاريع بشكل منفرد فهي أضعاف هذا الرقم بحسب وزارة التخطيط أكثر من أربعة آلاف مشروع في مختلف مفاصل التنمية يعني مشاريع في مجال الخدمات يعني الري المجاري الكهرباء النقل الطرق السياسة كان تأثير على واقع التنموي كان بعض المشاريع ربما تدرج بتأثير سياسي هنا أو هناك غياب الإرادة السياسية الجادة في مكافحة الفساد بحسب نواب كان العامل الأهم وراء تفشيه بشكل كبير فيما وصف صحفيون مختصون عملية القضاء على الفساد بضرب من الخيال لتغلغله في بنية النظام الحاكم تحتاج إلى تعاون الجميع تحتاج إلى أن يكون القضاء هو أولا أن لا يتأثر القضاء بالكتل السياسية وبالإرادات السياسية حتى يأخذ القضاء مجرى وأي حديث عن أن هذا النظام سيقوم باجتثاث هذا الفساد أو معالجته أو القضاء عليه فهو ضرب من الخيال لشديد الأسف أن هذا النظام تأسس على أساس المنظومة الفاسدة مشروع قناة الجيش واحد من أربعة آلاف مشروع متلكئ بحسب وزارة التخطيط يحيط به كما في الكثير غيره شبهات بالفساد من دون إجراءات حقيقية لمعالجتها من العاصمة بغداد وليد الشيخ الحرة